موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أيها الأحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى عن إلغاء زيارة الوزير الأول الفرنسي بعد تأجيلها مرتين إلى الجزائر فجأة تداولت وسائل الإعلام نبأ تأجيل وهناك من تحدث عن إلغاء زيارة الوزير الأول الفرنسي جان كاستيك إلى الجزائر وهي الزيارة التي أجلت مرتين مرة في ديسمبر 2020 ومرة في جونفي 2021 بسبب إصابة الرئيس عبد المجيد تبون بكوفيد-19 وتواجده في رحلة علاج إلى ألمانيا بلا شك أن هذه الحادثة ليست بسيطة وهي فيها الكثير من القراءات التي توحي على أن الأمور ليست كما روجها وسائل الإعلام الجزائرية قالت بأن التأجيل جاء بطلب من السلطات الجزائرية بسبب التمثيل الوزاري الموجود في هذه الزيارة حيث كانت السلطات الجزائرية تراهن على هذه الزيارة كزيارة تزكية للمواقف زيارة صداقة وما إلى ذلك من هذه الأمور ونحن نعرف دائما أن النظام الجزائري يراهن كثيرا لإليزي لتزكيته وأيضا للدفاع عنه في الكثير من المحافل الدولية خاصة في الظروف الحساسة نقل عن الجانب الفرنسي في وسائل الإعلام الفرنسية أن السبب هو كوفيد-19 نمشي خط وخط واضح جدا أن السلطات الفرنسية غير راضية على هذه الزيارة وأن التطورات التي حدثت أو التي ستحدث والمعطيات أكيد عند السلطات الفرنسية فيما يخص الخيارات الأمنية القادمة التي ستلجأ إليها السلطات الجزائرية فرنسا غير راضية عليها وعندما تكون فرنسا غير راضية تعبر عن ذلك في مواقف متعددة وظهر ذلك جليا في عدم رضاها على المرحلة التي قاد فيها القايد صالح والجزائر وأيضا بعد ذلك بدأت تعود المياه إلى مجاريها وتوطط العلاقات وراهن تبون ماكرو على الذهاب بعيدا بل لأن ماكرو قال وعندما هو الرئيس تبون في ألمانيا أنه سيدعم أو سيساعد الرئيس تبون في المرحلة الانتقالية ولفظ المرحلة الانتقالية ورد مرتين على لسان ماكرون مع استقالة عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 وورد أيضا في الفطرة التي كان فيها تبون في ألمانيا وما زالت علامات الاستفام مطروحة على هذه المرحلة الانتقالية التي يقصد بها تم الترويج إلى أنه تم تقليس التمثيل الوزاري في هذه الزيارة الجزائر راهنت عليها زيارة كبيرة وفي إطار الصداقة وفي إطار كثير من الملفات وفجأة فرنسا تقلس هذا التمثيل يعني من سبع وزراء إلى أربع أو ثلاثة وهناك من تحدث عن وزيرين يرافقان الوزير الأول الفرنس هذا التقليس غير عادي وغير طبيعي بل ينم على احتجاج على شيء ما وهذا الذي سنتحدث عنه وهو أنا أقولها لكم السلطات الجزائرية لو جاء الوزير الأول لمدة ساعات ومعاه وزير واحد لقابلت به ومرات شفنا قبل فرنس وهولوند ظهر الجزائر لمدة ساعات واعتبروها زيارة تاريخية فيها مشوار دخل شاف بوتفلقة ورجع إذن الإشكالية أن نستبعد قضية التمثيل هذا التمثيل الوزاري وأن السلطات الجزائرية رفضت هذا التقليس كان موقف فرنسي لرفضها لشيء ما الأمر لم يقتصر على هذا فقط بل أن الزيارة كانت ستدوم لمدة يومين والسلطات الفرنسية قلستها اليوم واحد وهي واضح أنها رسالة فرنسية لناظرتها الجزائرية أنها ليست راضية على جدول الأعمال ولا راضية على ما يجري في الجزائر من قبل السلطات الجزائرية ونحن نعلم أن النظام الجزائري على مدار سنوات طويلة وهو لا يمكن أن يتحرك إلا تحت وصاية الإليزي المرحلة الوحيدة التي غرد فيها النظام الجزائري خارج سرب الإليزي في فطرة القيد صالح وشفت كيف كانت نهايته وكيف الأمور سارت مما بعد رحيل واضح أن فرنسا قلست التمثيل قلست الزيارة هذا معناه أن فرنسا غير راضية مطلقا على هذا وأنها رسالة إلى السلطات الجزائرية أنها غير رافضة إلى كثير من الأمور وواضح أن الرفض وصل إلى جانب الجزائر بطريقة صريحة ولكن الشيء المعلن هو هذا التقليص أيضا قضية ملفات الزيارة الزيارة كما نعلم تندرج ضمن إطار لجنة التي لم تنعقد منذ 2019 منذ تندلع الأحداث واندلع الحراك الشعبي وعادت الأمور من جديد لدفعها كي تنعقد في إطار التقارب والعلاقات المتينة التي يسير فيها ماكرو مع تبو لكن المعلومات التي توفرت وذكرتها حتى قنوات فضائية ومن بينها قناة فرنسا 24 ذكرت بأن السلطات الجزائرية أدرجت طلب أشخاص موجودة توجدون على التراب الفرنسي في إطار ما سمته تبادل المطلوبين وتمثل الأمر في الإعلامي هشام عبود ومدون جزائريا توجد على الأرض الفرنسي أحدث أن جزائريا توجد الأمور من جزائريا لن تقوموا بمقارات الأرى عن هذه الزاقية. - وهذا لا يمكن أن تقبل به السلطات الفرنسية أولا هشام عبود معروف إعلامي وما عنده سنوات طويلة وعنده مؤلفات وكانت عنده جرائد وصدر حتى مجلات من فرنسا وكانت عنده قناة فضائية تبث من فرنسا بحناها أنه شخص معروف إعلامي وأنك تطلبه بأي سبب من تطلبه يعني تطلبه لأسباب مواقفي السياسية يعني من الصعب فرنسا لنفرض أن فرنسا الرسمية قد تتواطع مع ناظرتها الجزائرية ولكن هنا فرنسا توجد مؤسسات توجد معارضة يوجد مجتمع مدني توجد منظمات حقوقية ستحاكم النظام لو يلجأ إلى مثل هذه الأمور بل أنه لو تيلجأ ماكرون إلى هذا الأمر أنهى مشواره السياسي وطياره كله سينتهي لأن القضية مش سهلة نحن عندك مجتمع مدني قوي هو الذي يصنع السلطة وليس العكس إذن أيضا هناك ملفات أخرى تتعلق بالذاكرة وكذا وكذا هذه الأمور ثانوية ولكن أقضايا حقوق الإنسان هي المشكلة الأولى هي النقطة الأولى لما السلطات الجزائرية أرادت أن تدرج طلب هذا وخاصة أنهم منذ أيام فقد صادقوا على قانون تبادل المطلوبين الجزائر سارعت إلى استغلال هذا القانون من أجل أنها تستلم هشام عبود الإعلامي المعروف وأيضا المدون أمير بو خرس وربما فيها أسماء أخرى لم تنكشف بعد وأكيد فيها أسماء أخرى خاصة أن فرنسا أو باريس شكلت نقطة أساسية نقطة ارتكاز لكثير من الناشطين الجزائريين المعارضين لنظام الحكم في الجزائر أما فرنسا بدورها ستفتح ملف الحقوق الإنسان بلأ أن شك والجزائر في هذه المرحلة تعتبر سوداء في انتهاكات حقوق الإنسان وشفنا تقرير أمنيستي أنترنسيونال ماذا تحدث؟ أيضا تقرير للخارجية الأمريكية تقرير أيضا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير للمنظمات كثيرة شكاوى في دول وفي الاتحاد الأوروبي وكثير حول انتهاكات الجزائر للقانون الدولي والمواثيق الدولي لذلك أن ملف الجزائر أسود وخاصة في هذه الأيام التي ستشهد الزيارة انفجرت فضيحة تتمثل في قضية الطفل سعيد شتوان بغض النظر عن مقالته السلطة وبغض النظر المعلومات التي جاءت ولكن انفجار فضيحة تتعلق باغتصاب قاصر في أجهزة الأمن وتداولها بكثافة في وسائل الإعلام وشكلت فضيحة للدولة الجزائرية حتى وإن كانت الجزائر ذهبت إلى إطار آخر جعلت حتى الأشخاص الذين أظهروا هذا الطفل بأنهم شاذين ومدمينين وما إلى ذلك من هذه الأمور التي الكثير من الناس اللي يعرفوا هؤلاء الأشخاص نفوها نفياً مطلقاً وأن أحد السلطات بلغت في هذه الأمور بلا أنها شيء فبدل أن تواجه السلطات الجزائرية تواجه الأمر بالحقيقة الحقيقة التي حدثت أنه هناك شرطي قال كلام فاحش وهدد هذا الطفل بكلام غير لائق تماماً كانت السلطات تلقي القبض على هذا الشرطي وتحاكمه على الكلام الفاحش اللي قالوا لهذا ستنهي هذا البلف ولكن اتجهت أخرى ولاحقت الأشخاص اللي كانوا معاه وكذا وكذا وبتهم جنائية وتهديد الدولة وتهديد السلم وتهديد الاستقرار وذهبت وكل هؤلاء الأشخاص معروفين كناشطين في الحراك الشعبي لدى فرنسا ولدى المجتمع الدولي لذلك ملاحقتهم بهذه الطريقة مشت في إطار انتهاكات السلطات الجزائرية لحرية الرأي وأمر آخر أنها زادت في إدانة الشرطة وليس تبرئتها رغم أن الحقيقة ثابتة ومعلومة وكان بالإمكان إثباتها بطرق أخرى ولكن للأسف عندما يكون القضاء صمعته سيئة وتكون المؤسسات الدولة غير موثوقة والإعلام إعلام غير مستقل ومعروف أنه يطبل ويزمر للسلطة في هذه الحالة حتى الحقيقة تتحول إلى كذبة ومن كذبة على السلطة يصير صادق في حين حتى السلطة لما تكون صادقة في بعض الأمور تظهر كاذبة لدى الرأي الألعاب إذن الظروف التي جاءت فيها هذه الزيارة سيئة جدا بالنسبة للسلطات الفرنسية لذلك السلطات الفرنسية أنها لا يمكن أن تعطي سك على بياض للسلطة وخاصة أن المعطيات تتحدث أن السلطات الجزائرية تتجه نحو مرحلة أمنية مطلقة وكما يسميها الكثير من الجزائرين مرحلة قمعية ستتجه للخيارات الأمنية وإدراج جهات في قوائم الإرهاب وإدراج أشخاص وملاحقات أمنية مكثفة وما إلى ذلك ففرنسا تدرك تماما أنها لو تذهب للجزائر بهائف الزيارة وتوطد هذه العلاقات فهي تزكي المرحلة القادمة المقبرة عليها لذلك أن السلطات الفرنسية رفضت ما وصلها من معطيات ومعلومات فيما يخص ما تنوي السلطات الجزائرية الإقدام عليه وبما يتنافى مع المرحلة الانتقالية التي تحدث عنها مكرو مما جعل السلطات الفرنسية ترفض تزكية هذا المشروع الذي بدأ يختلف إلى حد ما في بعض الأمور على ما كانت تنويه أو ما قدمته السلطات الجزائرية مقبل لنظيرتها الفرنسية من أجل تجاوز هذه المرحلة بلا أدنى شك أنه ما تقدم عليه السلطات الجزائرية كله تقدمه قبل أن تفعله إلى السلطات الفرنسية ما قدمته السلطات الجزائرية فيما يخص الخيارات الأمنية القادمة التي تمز بعض الأطراف التي تراها حتى السلطات الفرنسية خط أحمر بالنسبة إليها خاصة فيما يخص منطقة القبائل وبعض المناطق فأعتقد بأن هذا هو السبب أو بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إلغاء هذه الزيائرية أمر آخر ما روجت له السلطات الفرنسية حسب ما تناولته وسائل الإعلام في فرنسا أنه السبب هو الكوفيد 19 الكوفيد موجود من قبل وهذه الزيارة مبرمجة والكوفيد ليس ظهر بين عشية المضحاة فرنسا فرنسا تعاني من هذا الوباء منذ أكثر من سنة وهي في الموجة الثالثة فلا يعقل أبدا أنه تلغى هذه الزيارة بهذه الطريقة وتقلص بسبب الكوفيد وبسبب هذه اللقاءات كم من مر زار المسؤولون؟ بل أنه سبق الزيارة ورئيس أركان الجيوش الفرنسية والتقى مع نظرائه مع وفد مرافق له مما يوحي أن تلك الزيارة أيضا التي لم تكن مبرمجة وكانت فجأة أن السلطات الفرنسية تريد أن تنهي الشق العسكري كي يستمر فيما يخص منطقة الساحل والصحراء أما الشق السياسي والشق الدبلوماسي فتريده يتوقف وتريده تحت مفاوضات تحت الطاولة أما الشق العسكري مستمر والكل يدرك أن الجيش الجزائري سيلعب دور في منطقة الساحل والصحراء تحت قيادة فرنسية رغم أن هذا الأمر نفات السلطات الجزائرية عدة مرات ولكن المعطيات الموجودة على أرض الواقع وما ورد على لسان الرئيس الفرنسي من قبل يتحدث عن شيء أخر أما إذا كان بسبب تطورات في الكوفيد في الجزائر ترى ماذا حدث؟ هل أصيب الرئيس مجدداً بالكوفيد؟ هل أصيب الوزير الأول؟ هل هناك مسؤولين جزائريين أصيبوا بالكوفيد وهو ما رفضت السلطات الفرنسية الإعلان عنه؟ ما أعتقد أن الأمر وصل إلى هذا الحد إذن المحتمل الوحيد في قضية كوفيد أن هناك تطورات حدثت في الجزائر أدت السلطات الفرنسية إلى إلغاء الزيارة وهذا الأمر أيضاً أنا أراه مستبعد لأنه لا توجد أنباء حول هذا الموضوع أمر آخر أن الرئيس إيمانويل ماكرون كان تحت ضغط من طرف المعارضة الفرنسية التي رأت أن إقدام السلطات على هذه الخطوة وهذه الزيارة في هذه المرحلة هي تزكية للمسار الأمني الذي تقوم به السلطات الجزائرية ضد المعارضين وضد ما تسميها الجبهة الديمقراطية التي تتماهى في إطرحاتها الأودولوجية مع الجبهة الديمقراطية هنا في فرنسا لذلك أن الرئيس الفرنسي كان تحت ضغط كبير من طرف المعارضة ولو غامر بهذه الزيارة سيكون أكثر تحت الضغط مما يجعله سيخسر الكثير من الأوراق خاصة أنه يتطلع إلى عهدة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية القادمة لذلك لم يرد أن يغامر هذه المغامرة بما ستكون مقسلة حقيقية إلى ما تبقى من شعبيته وهو ما زال شاب لديه طموحات أخرى وبذلك سيعطي ورقة بيضاء إلى المعارضة كي تقضي على تطلعاته وأحلامه ومشروعه خاصة أن المعطيات المتوفرة لديه تتحدث من أن الجزائر مقبلة على خيارات أمنية وطبعا نعرف تماما أن الخيار الأمني فيه قمع كبير وفيه انتهاكات تتنافى مع القانون الدولي كل المعطيات تتحدث على أن السلطات الفرنسية اتجهت اتجاه إلغاء الزيارة من خلال عدة خطوات فهمت الجانب الجزائر فهم الرسالة لذلك ربما طلب حقيقة تأجيل هذه الزيارة من طرف السلطات الفرنسية حتى خلق أجواء تكون أكثر مناسبة أفضل من المغامرة بزيارة بهذا الشكل ستعقد الأمور وربما ستصنع أزمة أكثر مما تصنع ما يتطلع له تبون من رضا لدى الإليزي ولدى الطرف الفرنسي كل المعطيات تقول أن فرنسا ألغت الزيارة وليست السلطات الجزائرية هي التي طلبت تأجيلها وإن كان تم الترويج بهذه الطريقة الدبلوماسية فقط لتفادي تطورات وتعقيدات قد تصل إليها الأمور مستقبلا والرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون يراهن على علاقات جيدة مع الجزائر ويراهن على الحفاظ على سوق الجزائر بالنسبة للدولة الفرنسية في ظل منافسة شرسة للجانب التركي والجانب الصيني الذي يتصاعد في الجزائر وفي شمال إفريقيا وفي دول إفريقية التي تعتبر هي المعقل الاقتصاد التقليدي للدولة الفرنسية أنا في تقديري الشخصي حتى يثبت العكس أن فرنسا هي من ألغت الزيارة والجزائر وجدت نفسها في دائرة معينة وهذا الإلغاء سيؤدي حتما لتنازلات أخرى في الجانب العسكري خاصة أن زيارة رئيس الأركان تمت وهناك اتفاقيات عقدت لم يتم الحديث عنها ستظهر في المستقبل لذلك للأسف الشديد السلطات الجزائرية بسبب بعض الأشخاص الذين لا يملكون حنكة سياسية ولا دبلوماسية ولا يملكون رؤية ناضجة في التعامل مع القوى الكبرى حتى وصل الحال أن تبرمج عملية طلب شخصين أو أشخاص موجودين على الطراب الفرنسي تلاحقهم الجزائر بتهم مختلفة في حين أن الحقيقة هم ليسوا كما تروج السلطات الجزائرية بل أصحاب رأي هكذا هم عرفوا ولكن للأسف الشديد كان لو السلطات الجزائرية تملك مستشارين في المستوى المطلوب أنه عندما فكر أحدهم في هذا الأمر قالوا له دعك من هذه المسخرة فهذه الأمور لا تطرح في مثل هذه المناسبات ولا تطرح بهذه الطريقة مما سيسيء للدولة أكثر مما هي وجهها أسود في كثير من المحاف قلت لكم مرارا وتكرارا أن مشكلة الجزائر هي مشكلة حقوقية وأن ما يحدث في الجانب الحقوقي سيورط السلطات الجزائرية أكثر وأكثر وسيكون مفتاح لتدخلات خارجية وقد ظهرت بوادره بإلغاء هذه الزيارة التي كانت تعول عليها السلطات الجزائرية كثيرا وربما ستترتب عليها أمور أخرى وبلا أدنى شك تنازلات جزائرية لصالح فرنسا رغم شعارات النغمبرية والبادسية التي ترفع ولكنها في الحقيقة شعارات للاستهلاك الإعلامي والتجارة السياسية وليست لمصالح الدولة الجزائرية نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله